سؤالي فتاحي وطبيعي جداً ومبديهي أن أنا أتكلم عن انطباعك العام قبل ما نتكلم عن تفاصيل دقيقة فيما يخص المشهر الاقتصادي لكن انطباعك العام بعد مشاركتك في جلسات المؤتمر الاقتصادي وكل الحوارات والنقاشات التي جرت فضلاً عن التوصيات التي انتهي إليها المؤتمر انطباعك العام إيه في المشهد ده دكتور سيئد أنا سعيد جداً بأن المؤتمر انعقد أصلاً ودي كانت فكرة ترحت من فترة طويلة وأنا شخصياً من اللي دعموها أكتر من مرة وطالبنا بديه كتير وكان ضروري أنه يحصل وأظن أنه وقوعه في هذا الوقت كان كمان مهم مش سر أن مصر كانت مقبلة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومش سر أنها مقبلة على تعويم الجنيه ومش سر أنها في وضع اقتصادي صعب فكل دي الحقيقة هي مبررات عقد المؤتمر اقتصادي وبشكل عام يعني فتح بدايات حوارات مهمة مهمة أنها تستمر ومهمة لابني عليها لكن بالتأكيد هو يعني بادرة حوار اقتصادي مهم جداً برد محتاجة عظيم في المناقشات والمدولات اللي جرت من الحكومة تجاه الخبرة والأطراف اللي كانت موجودة إلى أي حد ممكن تقول أن الحكومة بدت وكانها مستعدة أن تتغير وأن تتغير سياستها وإلى أي حد كان درجة دفاعها عن السياسات السابقة هل بمعنى أنه ده ليس في الإمكان أحسن من مكان أو أن احنا يعني تقدرنا لم يكن خاطئاً الظروف اللي غيرت ولا إحنا مستعدين نعمل إعادة نظر وإعادة موضعة يعني وتمركز لكثير من القضايا لو أنتم استقررتوا عليه هبتدي بالشق التاني من السؤال لأنه مهم يعني هل الحكومة جات لمجرد أنها تطرح بيان بإنجازات طبيعياً أن كل الحكومة بتقدم كشف حساب بتقدم ما تعتقد أنه أفضل ما قامت به طبيعياً وده لا تلام عليه لكن الحقيقة يعني مجرد عقد المؤتمر ودعوة الناس وتقسيم المواضيع والإنساط اللي بيتكلمه هو فيه نوع من مش هسأقول الاعتراف دي مسألات ترجع لهم لكن نوع من الشعور بأن هناك حاجة لإعادة النظر في بعض الأشياء وإحنا مش مطلوب بقى أن حاسب بعض على الأدية طبعاً أكتر مما ينبغي المهم أننا نتفق على ضرورة تصحيح بعض المصارات والتعاون فيها والتقدم للمسأل وأنا يعني شخصياً يكفيني جداً أن الحكومة تدعو للمؤتمر وتقدم فيما تقدمه لكن يبقى واضح أن فيه فعلاً حوار حيجري سأيوة تديرو بالنسبة للمؤتمر